تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 406 قضايا تبوينية بمنبطات بلغت قرابة 245 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 209 أطنان مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط نحو 31 طن في مجال عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 5 أطنان أسمنت أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 608 قضايا من بينها 94 قضية خبز ناقص الوزن و75 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفة التلعب منظومة توريد وتدول القمح المحلية تم ضبط أربع قضايا بمضبطات بلغت 6 أطنان أقماح محلية